حساب قدرة التكييف المناسبة لمساحة الغرفة يعني باختصار وبعيدا عن الحسابات المعقدة اللي بنشوفها وللتبسيط لو عايزين نحسب القدرة بالطن أو الطن التبريدي وهو ده المتعارف به عالميا بنحسب أو بنقيس الطول في العرض في الارتفاع وبنضربه في 300 وبنقسمه على 12 ألف في حالة ان الغرفة معرضة للشمس والطول في العرض في الارتفاع في 250 على 12 ألف في حالة ان الغرفة غير معرضة للشمس مثال الغرفة المعرضة للشمس لو غرفة 4 في 5 في 2.8 من 10 ارتفاع بنضربها في 300 وبنقسمها على 12 ألف فبديدينا يساوي 1.5 يعني الغرفة 20 متر تحتاج إلى 1.5 طن 20 متر مربع ومثال الغرفة الغير معرضة للشمس 4 في 5 في 2 متر وثمانين سمت في 250 على 12 ألف بيساوي 1.5 يعني الغرفة العشرين تحتاج إلى 1 وطن طب ده بالنسبة للحساب الطن التبريدي طب لو عايزين نحسب بالحصان وده المتعارف به في مصر هنا بنضرب الطول في العرض في الارتفاع في 300 على ونقسمهم على 8000 في حالة أن الغرفة معرضة للشمس والطول في العرض في الارتفاع في 250 على 8000 في حالة أن الغرفة غير معرضة للشمس مثال للغرفة المعرضة للشمس لو قوضة أو غرفة 4 في 5 في 82 في 300 على 8000 ده بالنسبة لحساب القدرة أو قدرة للشمس لو قوضة أو غرفة المعرضة للشمس ومثال للغرفة الغير معرضة للشمس غرفة أربعة في 5 في 82 في 250 على 8000 فهي تساوي 1.875 من ألف يعني الغرفة العشرين متر بتحتاج حوالي 2 حصان ده بالنسبة لحساب القدرة أو قدرة التكييف المناسبة لمساحة الغرفة